السلام عليكم أعزائي الله بالصفة الرابعة الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل درس نص الفهم القرائي في الوحدة الأولى وهو بعنوان التصحر وأثره في البيئة تعالوا معا نقرأ الدرس قراءة جهرية انطلق الجد مشعل صباحا مع حفيديه فواز ونورة إلى إحدى الضواحي المجاورة لقضاء يوم جميل بعيدا عن أجواء المدن كان السفر بالسيارة تجربة جديدة لفواز ونورة لذلك حرص الجد على أن تكون مريحة ومبهجة لهما وأن تترك لهما أثرا طيبا في ذاكرتهما وبعد مسيرة ساعة متواصلة شعر الجد بحاجة حفيديه إلى الراحة فقرر أن يوقف السيارة قليلا على جانب الطريق وأمام الحقول الممتدة على جانبي الطريق وقف الجد مع حفيديه ليملأ كل منهم صدره بالهواء النقي وإثناء ذلك أرسلت نورة بصرها في أنحاء الطريق قائلة ما أجمل منظر هذه الحقول فالتفت إليها فواز مؤيدا وقال حقا الخضرة مبهجة للنفس مريحة للعين ولكننا لا نرى ذلك عادة في المدينة رد الجد بإيماءة يملأها الرضا منظر الحقول مدهش حقا ولكن دهشتكم ستكون أكبر عندما تكتشفون عظمة خلق الله للنبات وأثره في حياة الإنسان والحيوان أيضا حينها ظهرت على ملامح الطفلين رغبة شديدة في الاستزادة فقال بصوت واحد حدثنا عن ذلك يا جدي تبسم الجد مقتربا من حفيديه وضمهما إليه قائلا حسنا ولكن علينا مواصلة السير أو مواصلة المسير وأثناء قيادته السيارة قال إن للنباتات فوائد عديدة فالنباتات غذاء للإنسان والحيوان لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح والدهون والألياف كما يحتوي بعضها على البروتين مثل البقوليات وهي تشكل مصدر رزق للزراع الذين يمتهنون الزراعة أي الذين يعملون بالزراعة فواز صحيح ولقد قرأت أيضا أن النباتات مصدر الرئيس للأدوية والعطور والزيوت والأنسية وهي المصدر المتجدد للأكسجين الذي يتنفسه الإنسان على كوكب الأرض بفضل ما منحها الله سبحانه وتعالى من قدرة على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى غاز الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان والحيوان الجد قال أحسنت يا فواز ولا تنسى أن النباتات بأشجارها وقطائها الأخضر تحمل أرض من التصحر ومن انجراف التربة نورة ماذا تعني بالتصحر يا جدي؟ وهل له علاقة بالتصحر في شهر رمضان؟ ضحك الجد وقال قريبا سنصل إلى مكان مناسب وسنتحدث عن ذلك بإذن الله وعند وصولهم إلى المكان المحدد جهزت نورة بعض الفواكه والخضروات التي كانت أمها قد أعدتها لهم ليتناولها في رحلتهم وفي الوقت نفسه تذكرت ما وعدهم به الجد فقالت حدثنا عن التصحر كما وعدت يا جدي الجد قال حسنا التصحر يا أبنائي مشكلة عالمية تعرض كوكب الأرض لتدهور نظامه البيئي بسبب نقص الغضاء النباتي إذ تتحول الأراضي إلى ما يشبه الصحراء ومن العوامل التي أسهمت في ظاهرة التصحر ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار إذن من أسباب التصحر ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار وأيضا من أسبابها تراكم الأملاح في التربة الزراعية بالإضافة إلى زحف الكثبان الرملية بفعل الرياح وارتفاع منسوب المياه الجوفية وكذلك تجريف التربة من أجل بناء المساكن كل ذلك يؤدي إلى تناقص المساحات الزراعية وتصحر الأراضي والتصحر يؤثر تأثيرا خطيرا على الحالة الاقتصادية للدول بسبب تمدد الصحاري على أراضيها وذلك يؤدي إلى قلة المحاصيل الزراعية وتزايد أسعارها هذه هي الأزمة الاقتصادية كما يفقد العالم سنويا 700 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية ليبقى حوالي ثلثة الأراضي على الكرة الأرضية معرضا للتصحر قالت نورة ولكن يا جدي كيف يمكننا التصدي لهذه المشكلة بعد أن عرفنا أسبابها قال الجد يمكن تصدي لهذه المشكلة بالتوسع في استخدام الأحزمة الخضراء حول المدن والقرى والضرق الخارجية لصد الرياح عنها والعناية بتشجير المساحات الخالية داخل المناطق السكنية وكذلك إنشاء المخازن المائية في المناطق الصحراوية وحفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية والاستفادة منها في زيادة الغضاء النباتي في الصحراء واستخدام الوسائل الحديثة في تثبيت الكثبان الرملية لكي لا تتحرك نحو الأراضي الزراعية والحرص على استثمار الأراضي الزراعية بالوسائل السليمة دون استنزافها أي استهلاكها كل ذلك يعد من الأساليب الناجعة أي المفيدة أو الناجحة أو الفعالة في الحد من تأثير مشكلة التصحر على البيئة قال فواز لقد جعنا يا جدي والحمد لله أن هذه القرية لم يصبها التصحر وإلا ما وجدنا ما نأكله قال الجد حقا الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وهذه صورة للكثبان الرملي أضع علام الصح أو خطأ أمام العبارات الآتية انطلق الجد مع حفيديه إلى الضاحية مساء هذه عبارة خاطئة لأنه انطلق صباحا لم يعتد فواز ونور السفر بالسيارة هذه عبارة صحيحة دهش فواز ونور لمنظر الحقول الممتدة هذه عبارة صحيحة لأن ذلك لا يظهر عندهم في المدينة لم توقف الجد بالسيارة على جانب الطريق لأنه شعر أن حفيديه بحاجة إلى الراحة فتوقف ليستريح قليلا ويستنشق هوا النقي أنمي لغتي أتنبه للكلمات الملونة ثم أختر من المعاني المقابلة لها ما يرادفها استثمار الأراضي الزراعية دون استنزافها معنى كلمة استنزافها استهلاكها رد الجد بإيماءة يملأها الرضا معنى كلمة إيماءة أي حركة وإشارة حينها ظهرت على ملامح طفليني كلمة ملامح معنها وهي متعلقة بالوجه علامات الوجه كما يمكننا التصدي لهذه المشكلة معنى كلمة التصدي أي المواجهة اثنان آتي بمفرد الجموع الآتية مفرد الأراضي الأرض مفرد الحقول الحقل عفوا هناك خضاء في الكتابة مفرد الأشجار الشجرة مفرد الأدوية الدواء مفرد العطور العطر مفرد الزراع الزارع مفرد النباتات مفرد الآبار البئر هناك خضاء كما قلنا كلمة الحقول مفردها الحقل هناك خضاء في الكتابة فقط ثلاثة آتي من النص بأضضاد الكلمات الآتي أي عكس الكلمات هذه الكلمات كلمة معارض مضادها أو عكسها من النص كلمة مؤيد مضار وهي كلمة جمع وعكسها ومضادها منافع كلمة انخفاض ومضادها ارتفاع أربعة أكمل الجدول الآتي محاكيا الحقل الأول المفرد والمثنى لدينا المفرد والمثنى طفل والطفلان إذا جاء المثنى نأتي منه بالمفرد حفيدان مثنى انتهت بألف ونون ونونها مكسورة ومفردها حفيد غلاف غلاف هذه كلمة مفردة نأتي بالمثنى فنضيف الألف ونون على المفرد فتصبح غلافان كلمة شجرتان هذه مثنة تنتهي بالألف ونون مفردها شجرة ونلاحظ أن كلمة شجرة انتهت بالتاء المربوطة فالكلمة المفردة إذا انتهت بالتاء المربوطة عند تحويلها إلى المثنى تتحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة مثلا كلمة حديقة انتهت بالتاء المربوطة عند تحويلها إلى المثنى نقوم بتحويل التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة فتصبح حديقتان هكذا نحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة ونضيف الألف والنون أكتب المصطلح المناسب تحت الصورة الدالة عليه فيما يأتي الصورة الأولى هذه تعبر عن التصحر الصورة الثانية تعبر عن تجريف التربة الصورة الثالثة تعبر عن الأحزمة الخضراء الصورة الرابعة تعبر عن المياه الجوفية والصورة الخامسة تعبر عن الكسبان الرملية أفهم وأجيب أكمل الخريطة المعرفية الآتية بكتابة أهم الأفكار التي دار حولها النص النص وهو دار عن التصحر فبدأ بمفهوم التصحر ثم أسباب التصحر ثم بعد ذلك الأثار الاقتصادية المترتبة على التصحر ثم أخيرا كيفية التصدي للتصحر وبعد ذلك أهمية النبات للإنسان والحيوان اثنان أميز بين السبب والعلاج لمشكلة التصحر في العبارات الآتية بوضع علامة صح العبارة ارتفاع درجات الحرارة هذا السبب لمشكلة التصحر فأضع علامة صحة هنا حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية هذا علاج لمشكلة التصحر لأن عند حفر الآبار نستخرج المياه فنقوم بزراعة الأراضي المتصحرة أو التي في الصحراء تراكم الأملاح في التربة الزراعية هذا سبب من أسباب مشكلة التصحر قلة الأمطار أيضا من أسباب مشكلة التصحر استخدام الأحزمة الخضراء حول المدن والقرى هذا علاج لمشكلة التصحر زحف الكثبان الرملية بفعل الرياح هذا سبب لمشكلة التصحر الحرص على الثثمار الأراضي الزراعية هذا علاج لمشكلة التصحر إنشاء المخازن المائية في المناطق الصحراوية أيضا هذا علاج لمشكلة التصحر لزراعة مساحات كبيرة من الأراضي تجريف التربة الزراعية من أجل بناء المساكن هذا سبب لمشكلة التصحر تشجير المساحات الخالية داخل المناطق السكنية هذا علاج لمشكلة التصحر ثلاثة كما يفقد العالم سنويا 700 كم مربع من الأراضي الزراعية ليبقى حوالي ثلث الأراضي على الكرة الأرضية معرضة للتصحر أحدد الشكل الذي يمثل الثلث من بين الأشكال الآتية ثم أكتب الكسر الذي يمثله كل شكل منها الشكل الذي يحدث الثلث كما ترون هذا هو الشكل الذي يحدد الثلث نقوم بكتابة الكسر تحت كل شكل هذا الشكل يعبر عن النصف هذا عن الربع وهذا الشكل عن الثلث وهو المقصود هنا في هذه العبارة أربعة أصل اسم العنص الغذائي بالصورة التي تمثل أغنى الأطعمة به الدهون وهي موجودة عادة في الزيوت مثل زيت الزيتون وغيره الفيتامينات وهي موجودة في الفواكه والخضروات البوريتينات موجودة في البقوليات والألياف موجودة في المكسرات وغيرها خمسة احتوى النص على العديد من التعميمات أستخلث ثلاث تعميمات على غرار المثال الأول النباتات مصدر رئيس للأدوية والعطور والزيوت والأنسية يمكن أن نجد تعميمات في الدرس مثل للنباتات فوائد عديدة أيضا النباتات تحمل أرض من التصحر أيضا التصحر مشكلة عالمية هذه جمل تعبر عن التعميمات أحلل شفهيا أبدي رأيي في الموقفين الآتعين تبسم الجد واقترابه من حفيديه وضمهما إليه هذا تصرف جيد وجميل ورائع ويدل على محبة الجد لأبنائه ورحمته بهما تناول الفكهة والعصائر الطازجة هذا سلوك صحيح وجيد لأن الفواكه والعصائر الطازجة تحتوي على الفيتامينات المفيدة للجسم ماذا أستفيد؟ قال فواز صحيح ولقد قرأت أيضا أن النباتات مصدر الرئيس للأدوية والعطور والزيوت لو أن فوازا لم يكن قد قرأ عن فوائد النباتات فهل سيكون بإمكانه المشاركة في الحديث؟ بالطبع لا ماذا أستفيد من ذلك؟ أستفيد أن للقراءة أهمية كبيرة إذن هذا دليل على أهمية القراءة والإطلاع فيجب علينا أن نقرأ ونطلع حتى تكون لدينا معلومات وثقافة جيدة أستمع وأتدبر قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم التفكير الناقض لو أردت الاستشهاد بهذه الآيات القرآنية في نص التصحر فأين الموضع المناسب لها من النص؟ الموضع المناسب عفوا الموضع المناسب هذه الفقرة وهي التي تبدأ وأثناء ذلك أرسلت نورة بصرها في أنحاء الطريق قائلة ما أجمل منظر هذه الحقول فالتفت إليها فواز مؤيدا وقال حقا الخضرة مبهجة للنفس مريحة للعين ولكننا لا نرى ذلك عادة في المدينة رد الجد بإيماءة يملأها الرضا منظر الحقول مدهش حقا ولكن دهشتكم ستكون أكبر عندما تشفون عظمة خلق الله للنبات وأثره في حياة الإنسان والحيوان والنبات أحاكي الإسلوب اللغة أتأمل الجمل الوردة في الجدول الآتي ثم آتي بجمل على غرارها لدينا جمل مثبتة وجمل منفية ما الفرق بين الإثنين؟ الجمل المنفية تجد بها أداة نفي مثل لم أو لا فنقول مثلا السماء ملبدة بالغيوم هذه جملة مثبتة نأتي بجملة منفية نقول المطر لم يتساقط علينا مثلا جملة أخرى أيضا منظر الزروع رائع ونأتي بجملة منفية لا نرى الزروع في المدن هذه جملة منفية بها أداة النفي لا وهذه جملة منفية بها أداة نفي لم هكذا أعزائي نكون قد أنهينا شرح وحل نص الفهم القرائي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالإعجاب دونتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته